أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن طائرة تابعة لها سقطت في البهر الأسود وكان على بتنها بعض أفراد فرقة الأليكسندروف للغناء ورقص تابع لوزارة الدفاع الروسية تعد فرقة الأليكسندروف العسكرية من الفرق مرموقة في روسيا وأصبحت رمزا لروح الجيش الروسي بتاريخها المجيد وإنجازاتها الفنية البارزة تأسست الفرقة في عام 1928 وكانت خادعة للقيادة العامة للجيش الأحمر السوفيتي وهي الفرقة الموسيقية الوحيدة التي فازت بوسامي الرايا الحمراء وهي أيضا العالة الجائزة للجيش الأحمر السوفيتي ووضبت فرقة أليكسندروف على لعب دول مهم في نشر الثقافة الروسية من خلال زيارة الدول الأجنبية بحيث أن قامت بزيارة مختلف الدول مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وتعتبر كنزا ثمينة من حيث إظهار جوهر الفنون الروسية